السلام عليكم وصباح الخير نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير كيف كانت تشوفوا وراني كانت واجد في البحر وقلت سأقوم بكم إن شاء الله سيكون جيدا وماذا سأقول لكم هذا فقط ساعة ستكون هكذا السباح وراني هنا مع الدراري يا صحابي وانا ماشي من عشاق الغطس في الليل ولكن سأقوم بصباح وسأقوم بصباح وكل شيء سأقوم بكم كيف سأقوم بصباح ملاحظة الأولى ما الخطوة هي لحظة بأنه كان غيوم ولجو شوية بارد وأيضا بحرهاج سيكون شوية صعود وفلغة تصدير لحالة الخط بدأ يسباح وانا سأقوم بجد نبس ايواركم عارفين الكمبين يجد شوية الوقت لكي نبس غيب شوية سأقوم بكاملين وسأقوم بجد لكم فيديو تحت الماء وهناي ما الخطوة سأقوم بكاملين وقلت سأقوم بكاملين كفيديو لكي ترى اللبسة إلى غير ذلك وترى المكان أيضا قبل ما سأقوم بكاملين وهناية تمنيت إن شاء الله سأقوم بكاملين لكي ترى اللبسة سأقوم بكاملين وما كتبتش أنه تبان يعني في الضربة وقلت غادي نبينها لكم يعني هنا يا هكذا بالفيديو باني شديتها حبة متوسطة ما بيهاج وغادي تشوفوا دا بعود واحد الفيديو اللي فيها الضربة على واحد الحب بادي خوء زوينة وهناي خدرت واحد الريسپيراسيون عميق باش نشد النفس ديلي ونبط في هذه المسافة هذه ديار سبعة متر باش ندير واحد الحاجة كتتتسمى ببلاكاشو يعني كتعيت على الحوت تحت الماء كتتعس على الحوت باش ندير هنا اصدقات اليوم وعدلة الضغط بواحد الجهة ولكن الجهة اخرى حسيت بواحد الودن يعني ما كتستعجبش اليوم زيان مع العمق يعني مع الفندو ديال الماء على اين صافي كملت يعني لقاشو تيالي وديت كنعية على الحوت بشي اصوات سواء تحرك الحجرة هكذا سواء تدير شي صوت هكذا كم هاد الوقت مثلا تحت الماء سلحوت يعني كيكون فيه واحد الفوضل وكيبغي يشوف شنو ذاك الشي باش يجاعدك فهنا غاد نترصد واحد الحبات اللي بادي خوب عيدة شوية قلت كيفاش ندير نقربها اضطريت اني نصبر كتر ونركز مزيال باش منعيش هنا يصوبت عليها من شوية كانت واقفة ضربتها ضربة جات فيها من نجاح الحمد لله وهنا يتعطلت دقيقة وستاشر سيقونت يعني كانت توبة هذه هي الحبات عن الخوت دي البادي خوب شنو غاد نقولوا حبات متوسطة ما بيهاش اللي مهم وهي حبات تفرح وايضا كانت بغيت يعني انشتش حبات كما هدي باش مبارتاجها معاكم و باش تشوفوها في الفيديو كيفاش كيفاش نضرب ديك الحبات و كيفاش فهذه هي كانت الحاصلة اللي جديتها في داك منهار معا انه كانت الرؤية شوية ضعيفة يعني اللي مما كانش القيمة في المياه فهذه كانت الحاصلة اللي كانت جديتها بارتاجت معاكم جوش حبات زوينين واتلحبها هذه النوع ديال الشرقوس منيوه في كومنتر ما عرفتوش نخلي الصياد المحتار في نسميوه خد من اسم الكاليتي ديال الماليوما كانت عيانة بزد الى لاحطوه كانت عيانة بزد في واحد درجة كبيرة ما عندي ماندير ما يمدرتش حباتها كداركم شفتوهم حبات موين ما بيهونش بزوينين مخلطين ايوه حسن من الوالو هذا الشي اللي غادي نقولون ايوه دابا غادي نفطر شوية في الشجوع وغادي تشوفوا التلغضاء ان شاء الله اما الغطيسة في بارك عليها دابا ما غاديش نغطس ولكن غادي نصيد شوية الحظ اهو الخطورة الدريكية وجدوها تسيد خاصة واحد لانسان لعمرها دار يعني محتار في الماكلة بروفيسيونيل شنو غادي نقول لكم فاش كيدين لك الماكلة او لاشي حاجة كي سرع دكش اللي كيديرو تبارك الله عليها وانا يزد شوية زيت زيتون على البيت وكليتو دابا غادي نتفرج في الدراري كيديرو احبات اللهم مبارك كل مرة كيديرو احبات زوينين يعني احبات زوينين للصيادة اللي كيش تدوق بالقصبة يعني دارو احبات ماشي غي هادي وصافي ما قديتشان نمبرتج معاكم بزاف حتى با غادي تشوفوها را تبارك الله عمرو كيف كان قوله احنا عمرو النيبيرة عمروها بزاف لحبات ومازال را غادي نمبرتج معاكم في الفيديو ايضا حبات خرين زادوهم حتموا هنا يا الخد شنو غادي نقول لكم داري كيوجدت في المرميتا و طلعت على المرميتا شنو غادي نقول لكم دارنا فيها شحباتها كدادين الشرغة